ترأس وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى اجتماع موسعا لرؤساء مجال سيدرات الشركات والوحدات التابعة وكذا عدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي خلال الاجتماع تم التأكيد على دور الوزارة كأحد أهم الأضرع الصناعية للدولة في المجال العسكري لتلبية مطالب قوات المسلحة والشرطة وكذلك في المجال المدني لتعزيز مساعي التنمية والتلبية احتياجات المواطن بالاستفادة من فائض الطاقات الانتاجية بشركاتها التابعة